بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعطيكم العافية طلابنا حبيب القلب جيل 2007 الله يعطيكم ألف عافية معكم المهندس محمد منو العين مدرس مادة إدارة المشروعات الصناعية على موقع وتد التعليم أنا رح أقولكم دفعة النخبة الهندسية وخليك متذكر دفعة النخبة الهندسية خليك متذكر هذا المصطلح كثير كويس حبيب القلب زي ما أنتم عارفين مادة إدارة المشروعات الصناعية مادة رفع معدل إيش يعني رفع معدل؟ يعني لازم أركز فيها وأتبع على كل حرف بحكيه لحتى نجيب أعلى العلامات بإذن الله حبيب القلب المادة مش صعبة ومش سهلة اللي بركز معي بإذن الله رح تشوفها إنه مادة سلسة وسهل حفظها وسهل فهمها بس تبع معاي لحتى توصل إلى العلامة الكاملة المادة عبارة عن خمس وحدات الفصل الأول ثلاث وحد والفصل الثاني وحدتين طبعا إحنا بإذن الله رح نمشي كالآتي نشرح الدرس الأول والدرس الثاني ونحط عليه أسئلة وهكذا لحد ما نخلص بإذن الله المادة كاملة حبيب القلب نبلش مع بعض بالوحدة الأولى الوحدة الأولى عن إيش بتحكي؟ الوحدة الأولى بتحكي عن مدخل إلى إدارة المشروعات الصناعية مدخل إلى إدارة المشروعات الصناعية تبع معاي على الوحدة الأولى عشان يصير موضوع الوحدة اللي بعديها سهل تمام؟ خلينا نركز مع بعض ونشوف تبع معاي هون بحكي لك أول ظهور رسمي لمفهوم إدارة المشروعات الصناعية لإدارة المشروع بني سنة كانت 1950 بعدها شاهد العديد من التطور تمام؟ طيب نحن هسا بنحكي حكي ورح نبلش نشرح لك واحدة واحدة بحكي لك إن نجاح المشروع يرتبط بكل خطوة من خطوات تنفيذه هذا الإشي بدك تكون امركز فيه نجاح المشروع بإيش برتبط؟ بكل خطوة من خطواته تمام؟ تنفيذها بدءا بالفكرة والتطبيق وانتهاءا بالتحسين والتطوير تمام؟ فضلا عن إيش؟ فضلا عن توافر منظومة خدمات متكاملة وابتكار آليات متنوعة متطورة لتقديم هذه الخدمات بإشراف إدارة فاعلة تتصف بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وهسا رح نحكي عن كل هذا الحكي هاي كمقدمة تمام؟ طيب نيجي للدرس الأول الدرس الأول عن إيش بحكي؟ مدخل عام إلى إدارة المشروعات تعال معاي وتبعهم أول إيش عندك مفهوم الإدارة إيش مفهوم الإدارة؟ بيحكي لك يرتبط علم الإدارة بتنسيق أعمال المشروع وتنظيمها والموائمة بين الموارد عن طريق تنفيذ وظائف الإدارة كم إيش هي وظائف الإدارة؟ وظائف الإدارة هي خمس وظائف إيش هي؟ وهذا الإش كثير مهم تتبع عليه أول شغلة عندك التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة وهذا سؤال هاي الخمس خطوات أو الخمس وظائف أجت بالوزارة أجت سؤال وزاري تمام؟ وتبع معي قال لي بحكي لك إياه وزاري لأنه فعليا أجأ وممكن يجي بدل المرة مرتين وثلاث بحكي لك هون تسعى هذه الوظائف لإيش؟ لإيش بتسعى هاي الوظائف؟ لتحقيق جملة من الأهداف تسعى لتحقيق جملة من الأهداف بالاستخدام الأمثل الموارد تمام؟ إذن هاي الوظائف لإيش بتسعى؟ الخمس وظائف اللي حكيناهم اللي هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة لإيش بسعوه؟ بسعوه إلى تحقيق جملة من الأهداف بالاستخدام الأمثل للموارد تمام؟ طيب نيجي هون بحكي لك تعريف الإدارة إيش تعريف الإدارة؟ تبع معي هي عملية تحقيق الأهداف المرسومة أنا خاطت أهداف قدامي ورسمها تمام؟ باستغلال الموارد المتاحة وفق منهج محدد ضمن بيئة معينة واضحة عملية تحقيق الأهداف المرسومة باستغلال إيش؟ أنا حاطت أهداف قدامي باستغلال إيش؟ باستغلال الموارد المتاحة وفق منهج محدد ضمن بيئة معينة وهذا التعريف يعد التعريف الأكثر شمولاً تمام؟ هذا التعريف الأكثر شمولاً طيب نيجي هون بحكي لك أنواع المنظمات التي تقوم على الإدارة إيش أنواع المنظمات؟ سهلة، زراعية، صناعية، وخدمية، وعامة، وخاصة، وكبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، ومحلية، ودولية، تمام؟ طيب نيجي نكمل بحكي لك الإدارة تمثل بعداً إدارياً يتمثل في العلم والعمل تمام؟ إذ أنها تخضع للقواعد العلمية مثل دراسة الوقت الذي يستغرق العامل تبع معاي، خلينا نشرح حشرة بحكي لك هون الإدارة تمثل بعداً إدارياً يتمثل في العلم والعمل في العلم والعمل إذ أنها تخضع تخضع الإدارة للقواعد العلمية مثل إيش؟ دراسة الوقت دراسة الوقت الذي يستغرق العامل أو الآلة لازم أكون عندي دراسة أعرف قديش بيستغرق العامل أو الآلة في العمل والوقت الذي ينبغي أن يستغرق العامل لأداء عملية معينة لازم أنا أكون عارف كل التفاصيل هاي تمام؟ طيب شو بحكي لك هون؟ إن الإدارة عملية أساسية لازمة لتسيير شؤون الإنسان والمجتمع وتنظيم أسس العلاقات بين أفراد المجتمع لأن ذلك يؤدي إلى تحقيق أهداف كل من الفرد والمجتمع إيش يعني؟ أنا بقول لك إيش يعني؟ بحكي لك الإدارة عملية أساسية لازمة لتسيير شؤون الإنسان طول ما فيه إدارة الأمور ماشي 100% تمام؟ تسيير شؤون الإنسان والمجتمع وطول ما فيه إدارة بتنظم أسس العلاقات بين أفراد المجتمع طول ما فيه إدارة أمورنا 100% لأن ذلك يؤدي إيش؟ طب ليش أنا الإدارة أهم إيش؟ لأنه بتحقق أهداف كل من الفرد والمجتمع طول ما فيه إدارة أعرف أنه فيه أهداف تحققها تمام؟ طيب نيجي هون هذه الوظائف تعد من وظائف المدير إيش وظائف المدير؟ المدير إيش وظائفه؟ التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة هدول من وظائف المدير خليك متذكرهم إيش وظائف المدير؟ وظائف المدير هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة تمام؟ طيب نيجي هون إدارة المشروعات وتسييرها إن إدارة المشروعات وتسييرها تعبر عن عملية أو مجموعة من العمليات التي يمكن عن طريقها الجمع بين الموارد المتوفرة لتحقيق الأهداف الشاملة للمؤسسة زي إيش؟ زي تحقيق الأرباح والنمو والتوسع وتلبية أحد الحاجات المجتمعية وقد تدل على مجموعة من إيش؟ من الأفراد الذين يتعاونون فيما بينهم لأداء أعمال ومهام محددة في المؤسسة تمام؟ طيب إدارة الموارد البشرية أو تسيير شؤونها وإدارة المشتريات طيب تعال تبق معي هون بيحكي لك يجب التمييز بين مفهوم إدارة المشروعات والتسيير وعدم الربط بين مفهوم إدارة المشروعات وتسيير المشروعات يعني أنت لازم تميز بين مفهوم إدارة المشروعات وتسيير المشروعات تمام؟ لأن هذه المفهومين يستخدمان للدلالة على المعنى نفسه وهو ما يعد خطأا في حال ربطهما ببعض هل المفهومين بيستخدموا الدلالة على المعنى نفسه تمام بس غلط إني أربطهم مع بعض فعشان هيك لازم اتميز بينهم نيجي هون مفهوم تسيير المشروع إيش تسيير المشروع هو فن التوجيه والتنسيق للموارد البشرية والمادية طوال مدة المشروع تمام يفن التوجيه والتنسيق للموارد البشرية والمادية طوال مدة المشروع هاد إيش مفهوم تسيير المشروع تبع وهذا أجب الوزارة طيب باستعمال تقنيات حديثة تحقيقا لهدف محدد سلفا مدة مدة الإنجاز والتكلفة والجودة وإرضاء الزبون وأهمية المشروع طيب نجي هون نرجع نعيده من الأول إيش مفهوم تسيير المشروع؟ هو فن التوجيه والتنسيق للموارد البشرية والمادية طوال مدة المشروع تمام؟ طيب باستعمال تقنيات حديثة تحقيقا لهدف محدد سلفا مدة الإنجاز والتكلفة والجودة وإرضاء الزبائن وأهمية المشروع نجي للي تحتيها مجموعة من العمليات التي تتضمن فن التوجيه والتنسيق للموارد البشرية والمادية تبع معي على الرسمة هون هاي هون عندك الموارد تمام؟ وعندك القيود الموارد ايش بتفرع منها؟ بشرية ومادية وخدمية وهذا تركز لي عليه الرسمة بشكل عام حفظ لأنه أجت بالوزارة بأكتر من مرة تمام؟ طيب نيجي للقيود القيود ايش بطلع منها؟ بطلع منها الجودة مالية وزمنية تمام؟ هاي الرسمة خليها قدامك وركز عليها هيني بقولها؟ هون على تجميع مركبات ثم الربط والتنسيق فيما بينها تمام؟ طيب نيجي هون يعتمد نظام تسهيل المشروع على إيش؟ على التسهيل والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخدمية ضمن قيود ثلاثية الأبعاد والهدف إيش الهدف منه كله هذا؟ شو الهدف من كل اللي حكيناه؟ إرضاء حاجة أو حاجات نحددة تمام؟ طيب نيجي هون وهو يعتمد على مجموعة من التقنيات والآليات التي تساعد على المتابعة اليومية للمشروع واتخاذ القرارات العملية تمام؟ طيب نيجي هون يشمل نظام تسهيل المشروع ما يأتي إيش بشمل نظام تسهيل المشروع؟ أول إيش التحكم في التكاليف ومراعاة مدة الإنجاز ومواصفات المشروع الفنية اتنين صياغة القرارات اليومية لتنفيذ المشروع تلات التحكم في الجودة بغاية إيش؟ إرضاء الزبائن والعملاء وأربعة تسيير الموارد لمختلف الأنشطة نيجي للي تحت نظام تسيير المشروع يعد أداة فاعلة لجمع المعلومات اللازمة لفهم المشكلات التي تعترد تنفيذ المشروع إذن نظام تسيير المشروع يعد أداة فاعلة لجمع المعلومات إيش بيعدوا أداة فاعلة لجمع المعلومات اللازمة لفهم المشكلات التي تعطل التنفيذ المشروع طبعا كل هذا الحكي لسه إحنا بالبداية لسه رقم شوي رح تشوف رح تركز أكثر باللي رح أحكي لك إياه تمام طيب نجد النقطة لبعدها يعتبر مدير المشروع إيش المسؤول الوحيد عن تحقيق أهداف المشروع إذن مدير المشروع هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ أهداف المشروع تمام طيب نجد المفهوم إدارة المشروع حكينا مفهوم تسيير المشروع مفهوم تسيير المشروع أهلا بنا نحكي عن مفهوم إدارة المشروع هي العملية التي تشمل جمع الواجبات والمهام والوظائف ذات العلاقة بإنشاء المشروع بغاية إيش تحقيق أهدافه تمام شفت الفرق بين التعريفين إذن إدارة المشروع هي العملية التي تشمل جمع الواجبات والمهام والوظائف ذات العلاقة بإنشاء المشروع بغاية تحقيق أهدافه تمام طيب نيجي هون توضيح السلم الهرمي لإدارة المشروع وتسيير المشروع بيحكي لك تقع إدارة المشروع وين بتقع إدارة المشروع أعلى السلم الهرمي شو مهامها إذن إدارة المشروع مكانها أعلى سلم الهرم تمام شو مهامها إدارة المشروع أول إشي تحديد أهداف المشروع اثنين تحديد الوسائل وجمع الإمكانات المتوافرة لتحقيق الأهداف تلات تحليل مختلف المخاطر التي يتعين عن الإدارة مواجهتها في منحنتين إعداد المشروع والتنفيذ تمام؟ طيب نيجي هون عملية تسيير المشروع التي تعني باتخاذ القرارات العملية أسفل السلم الهرمي التي تعني بالجانب الاستراتيجي التي تعني بالجانب الاستراتيجي مهامها طيب؟ مهامها الإشراف على التنفيذ اليومي للمشروع باستخدام تقنيات عدة مثل إيش؟ مثل أول إشي تقنيات الترتيب تقنيات تسيير الموارد ومراقبة العمليات المالية وتسيير موازنة المشروع طيب نيجي للدعائم الأساسية لإدارة المشروع إيش الدعائم الأساسية لإدارة المشروع؟ هم ثلاث إيش هم؟ أول إشي التنظيم والتسيير والتنشيط تمام؟ هاي الدعائم الأساسية لإدارة المشروع أكم داعم أو كم عدد الدعائم الأساسية لإدارة المشروع هم ثلاث إيش هم؟ التنظيم والتسيير والتنشيط تمام؟ طيب اتبع هون التنظيم والتسيير والتنشيط هاي الرسمتهم هاي الدعائم الثلاث لإدارة المشروع تمام؟ طيب أي مشروع بالدنيا بده دعائم إذا ما في إشي يدعمه ما بكمل تمام؟ عشان هيك طلع كيف رسمي لك إياها كأعمدة رسمي لك إياها على شكل أعمدة العمود داعم تمام؟ العمود داعم ومن الدعائم إيش الدعائم حكينا؟ التنظيم لازم يكون عندي تنظيم لازم يكون عندي تسيير ولازم يكون عندي تنشير تمام؟ طيب تبع معي هون بيحكي لك أول إشي التنظيم بإيش بتعلق؟ يتعلق بتحديد الأدوار والتنسيق بين الجهود التنظيم بحدد الأدوار وبنسق بين الجهود تمام؟ طيب التسيير يرتبط التسيير بمتابعة المشروع يوميا تسيير متابعة المشروع يوميا لازم أنا أتبع عن مشروع يومي ونوصل شو ضايل علي شو اشتغلت شو كده تمام؟ طيب التنشيط بإيش بتعلق؟ يتعلق بالعنصر البشري ويهدف إلى منح المشروع الفعالية اللازمة بتعلق بالعنصر البشري بيهدف إلى إيش؟ منح المشروع الفعالية اللازمة نيجي هون مفهوم المشروع هي مجموعة من الأنشطة نيجي نحكيها بشكل تاني أو خلينا نعرفها بعدما نحكيها بعدما نشرحها شريح هي مجموعة من الأنشطة المرتبطة معا التي تشكل سلسلة من المهام تبدأ وتنتهي بصورة واضحة وتنفذ بطريقة منظمة بغاية إيجاد خدمة أو منتج يحقق هدفا تنمويا هذا السؤال أجب الوزارة أكثر من عشر مرة تعريف هذا أجب الوزارة أكثر من عشر مرة تمام إيش مفهوم المشروع مجموعة من الأنشطة مجموعة من الأنشطة مشروع عندي مشروع كامل كيف تدي أعرفه هو مجموعة من الأنشطة المرتبطة معا داخل الإطار معناته هي مرتبطة معا تمام التي تشكل سلسلة من المهام سلسلة من المهام هون في مهمة هون في مهمة هون في مهمة تمام طيب تبدأ وتنتهي بصورة واضحة بتبلش بصورة واضحة وبتنتهي بصورة واضحة لأنه أنا منظم ومخطط ومرتب تمام طيب وتنفذ بطريقة منظمة طول ما فيه إدارة وطول ما فيه تخطيط طول ما فيه تنظيم وتسيير بدها تمشي بطريقة منظمة بغاية إيش إيجاد خدمة أو منتج يحقق هدف تنموي بغاية بالآخر لما أخلص أنا بدأ أطلع المشروع هاد بغاية إيجاد خدمة للمجتمع أو منتج يحقق هدف تنموي تمام طيب نيجي هون كيف أو يمكن وصف المشروع بأنه إيش إيش ممكن أوصف المشروع أول شغلة سلسلة من الأنشطة ذات أهداف محدد زمانا ومكانا سلسلة من الأنشطة أنا بقدر أوصف المشروع بأنه سلسلة من الأنشطة ذات أهداف محدد زمانا ومكانا طيب نيجي إيش كمان بقدر أوصفه هي عملية تسعى لتحقيق هدف تنموي عملية تسعى لتحقيق هدف تنموي تمام طيب وإيش كمان عملية تتطلب توفر موارد مالية وبشرية هاي العملية تتطلب موارد أو تتطلب توفر موارد مالية وبشرية تمام طيب وإيش كمان هي مهمة محددة ينبغي إنجازها في زمن محدد لتحقيق أهداف معينة طلع كيف بوصف أنا المشروع تمام طيب وإيش كمان عملية تهدف إلى تحقيق تغيير مفيد هي عملية تهدف إلى تحقيق تغيير مفيد تمام مفيد في المجتمع النقطة لبعدها هي عملية تتطلب مشاركة أفراد منظمين من مهن مختلفة مدام عندي مشروع مناتو أنا عندي أكتر من مهنة فكلهم رح يشاركوا مشاركة أفراد منظمين من مهن مختلفة تمام طيب وإيش كمان هي عملية قد تظهر لها أهداف جديدة في أثناء مرحلة التنفيذ هلأ أنا بكون حاط هدف قدامي وأنا عامل المشروع لهدف بس ممكن يظهر عندي هدف جديد أثناء مرحلة التنفيذ تمام فأنا بقدر ما يكون عندي هدف صار عندي هدفين مش هدف واحد تمام طيب وآخر شغلة هي مجموعة عمليات لكل منها آليات وترائق مختلفة لتحديد الأهداف طيب نيجي هون رؤية مبسطة للمشروع هي منتج أو هي حاجة ومشروع ومنتج حاجة أنا حاجة مشروع بعدين ببلش بالمشروع بعدين بطلع عندي المنتج تمام طيب نيجي للمشروعات الفرعية إيش بتحكي المشروعات الفرعية تقسم المشروعات إلى مشروعات فرعية لكي يمكن يمكن إدارتها أو يمكن إدارتها بسهولة ومن الأمثل عليها ليش أنا بقسم المشروع إلى مشروعات ليش عشان أقدر أسيطر عليها بسهولة تمام عشان أنا أقدر أسيطر عليها بسهولة لكي يمكن إدارتها بسهولة اللي هو أسيطر عليها كاملة كل سهولة تمام عشان هيك أنا بقسمها من مشروع كبير لمشروعات فرعية داخل المشروع تمام طيب إيش من الأمثلة عليها أول إيش المشروعات الفرعية القائمة على عملية المشروع مثل إيش مثل المرحلة الواحدة في دورة حياة المشروع طيب نجي لتنين المشروعات الفرعية التي تتضمن تقنيات متخصصة مثل إيش الاختبار الآلي لبرنامج الحسوب في مشروع لتطوير أحد البرامج هاي أجب منها بالوزارة وزاري لا تستهين بالحق هذا لا تستهين فيه النقطة الثالثة المشروعات الفرعية المحكومة بمتطلبات مهارات الموارد البشرية مثل إيش مثل عمال السباكة والكهرباء الواجب استخدامهم في أحد مشروعات البناء تمام والنقطة الرابعة والأخيرة اللي هي المشروعات الكبيرة جدا التي قد تحتوي التي قد تحتوي مشروعات فرعية أصغر منها تمام نرجع نعيدها المشروعات الكبيرة جدا التي قد تحتوي مشروعات فرعية أصغر منها لهون احنا هيك خلصنا الدرس الأول جيل 2007 المبدعين حبايب القلب أنتو دفعت النخبة الهندسية دفعت النخبة الهندسية حبايب القلب لهون احنا خلصنا الدرس الأول ارجع عيني الدرس مرة و مرتين و أي اشي بدك إياه ابعتلي على الواتساب هاي رقمي وأنا بإذن الله ما رح أقسر مع ولا واحد فيكم 51 17 2 17 أي اشي بدكم إياه هاي رقمي عندكم ابعتولي على الواتساب بإذن الله معاكم للنهاية و رح تشوفوا بعينكم هذا الاشي الله يعطيكم ألف عافية دمتم بود أحلى دفعة وأحلى نخبة الهندسية أعطيكم ألف عافية نشوفكم على خير